أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التنمية في سيناء تحققت بعد ضحر الإرهاب الذي كان يعق التنمية وحياة المواطنين مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان وخلال فعالية تفقد اصطفاف المعادات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء أضاف الرئيس السيسي أن سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات لأن حجم التكلفة كان مرتفعا لافتا إلى أن عملية التنمية في سيناء شهدت تحديات وصعوبات كبيرة النهاردة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا والذي ما أنتم تقولوا كده أن الإرهاب اللي كان موجود ولي كان بيعيق الحياة مش التنمية بس الحياة حياة الناس لأن ما فيش أمان الناس متعرفش تعيش حتى لو كانت عايشة يعني لو الناس عايشة في مكان وما فيش في أمان الناس متبقاش عايشة فالحمد الله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطة وبفضل أيضا أبناء سيناء لما اجتمعت القلوب قلوب الناس كل الناس على قلب رجل واحد اتحلت المسألة احنا بعدنا 8 سنين أو 9 سنين بنعمل ده وأنا عايز أقول لكم على حاجة مش عارف أنا ما أوقفكم كده خليكم تخش ولا إيه لكن أصلية مطلب عندكم فلكن خلينا أقول لكم كلمة سيناء مساعة 60 ألف كيلو احنا في مصر تقريبا عايشين تقريبا يعني على 60 ألف كيلو برضو مش كده تقريبا وده مهم أقول انتو يعني كل اللي بيسمعني سواء كان مصري أو من أهلينا في سيناء يسمع ده احنا المصر كلها كسكان متجمعين على 60 ألف كيلو متر تقريبا يعني بنحاول نزودها ونخليها يعني 12% أو لحاجة وده خطتنا في المدن الجديدة لكن عايز أقول سيناء لوحدها 60 ألف وعشان كده عشان بس يعني زي ما تقال على مدى السنين ما تعملش تنمية كبيرة فيها لإن كان حجم التكلفة عشان تعمل بنية أساسية في 60 ألف كيلو عايز تعمل شبكة طرق عايز تعمل محطات كهرباء عايز تعمل كل الكلام اللي احنا قلناها دلوقتي وتعرض عليكم عشان تعمل على مسطح 60 ألف كيلو أو على في التجمعات اللي موجودة فيها تكلفته عالية جدا وده اللي أعاق التنمية خلال الفترة اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر